عندما تصل إلى نهاء بطولة كأس العراق وتتأهل إلى دوري النخبة كمتصدر لمجموعة عدها الجميع بالحديدية فضلا عن تقديم أداء جيد وصف بالمتميز في البطولة الاسيوية ربما هي براهين على أن نادي القوة الجوية يمر بفترة استثنائية هذا الموسم عندنا العناصر المكملة وعندنا العناصر التي تساعدنا أن نستمر بثلاث بطولات أعتقد رغم أنه صعوبة المهمة لكن إن شاء الله نحن قادرين على تخطي الصعوبات خصوصا أن المباريات كلها ستكون بوقت واحد وكلها مرتبطة مع بعض يعني إنهاء الكأس وبطولة الدور وأيضا من الاتحاد الاسيوي لكن كله يهون خصوصا أن المباراة إذا الله سهل وقدرنا أن نحقق نتيجة إيجابية سيكون وضعنا من الاتحاد الاسيوي وضع مطمئن مواصلة التحضيرات ما تزال مستمرة لا سيما أنهم سيرحلون لملاقات الوحدة السوري في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي وتليها منافسات بطولة دوري النخبة الذي سيجمع فرقا تتمتع بالمستوى الفني المتميز مستعدين لهذا الدوري وهذا النخبة يعني دورة النخبة وإن شاء الله يصب تفكيرنا وتركيزنا على أول ثلاث مباريات لأن مهمة وخاصة المباراة الأولى مع الميناء فرق على مستوى المباراة تعتبر كل مباراة مباراة نهائية أكيد احنا فريق القوة الجوية عادين العدد يعني لهذا الدوري وإن شاء الله نحقق فشيل جمهور القوة الجوية عازمين على لقب الدوري وكل مباراة هنفكر بها المباراة نهاية وإن شاء الله نحقق فالنجيجة طيبة تحقيق حلم طال انتظاره بالنسبة للأندية العراقية ألا وهو قطف كأس الاتحاد الاسيوي هو ما يسعى لتحقيقه الجويون من بغداد هشام علي المدى